والهدف في النهاية مصر اكبر الدولة تشكل خطر على الكيان الاسرائيلي هي السيوني هي مصر وبالتالي يبغي يحطموا اركان مصر ويضعفوا الامة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للاسرائيليين وتقام دولتهم الفرات النيل كخطو اولى واني هاو نقول قدامكم قدام صفرات الدول الاجنوبية واعظام الوفود من الدول العربية انا ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفين هنتم وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال افريقي برنامج الصخيونية تهويد شمال افريقي قلت له يعني انتم دولتكم تمتد لشمال افريقي قال نعم ولكن للاسف قال فشل وتعثر كان يجب ان ينجح طيب كيف من تلابيب تحكم شمال افريقي قال لي ما وتلابيب العاصم بعد ذلك القاهرة قلت له بالك تقصد القدس قال لا القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين اما الهدف النهاية القاهرة مجمع البحرين شو قال لي انت ما تعرف ان القرآن يقول انت مش مسلم قلت له ايه مش الله تصدق ما قاله القرآن قلت له نعم قال موسى لي فتاه حتى ابلغ مجمع البحريني او مضي حقب وين مجمع البحرين قلت له هذا بالك موجود غادي في النهار الوردن ما فيه اعتقد بالكثير شرم الشيخ قال العقبة والسويس قال لي لا مجمع البحرين رشيد ودمياط وينما اجتمعوا وينت القاهرة هذي قال العاصمة اليهودية عاصمة الدولة الاسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح توح هذه حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقوله خرافة لكن قادة الغرب يمنوا للرصال الدول الغربية يمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تقوم إسرائيل كبرى على انقاض العرب هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين ان المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل كبرى وإسرائيل كبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ماهم الفرات للنيل من شمال فريقه إلى الشرق الأدنى يعني العراق اللي دمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية له وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك مهما توسلوا لن تصغي إليهم أمريكا عند أيضا في تلك المحظة لا يمكن أطلب منهم يقدوا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب وروسة العرب والقمة العربية كلها والصدقات العربية قال لي حتى مش موسى قال حتى أبلغ مجمع البحريني وأمضي حقبة قال هل تعتقد أن موسى يعيش أحقاب من الزمان قلت لهم مش ممكن يعيش أحقاب من الزمان يعني يعيش عشرات السنين دار قال لي طيب ما لم يقول أو أمضي حقبة من اللي يمضي حقبة معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى هذه كناية عن إنه بني إسرائيل ولو ينضي حقاب من الزمان لابد أن يبلغوا مجمع البحرين يعني ملتقر فرع رشيد وفرع دنياب عاصمتهم لازم تكونوا قاعدة واوه التمهيد واضح هذه مكتوبة بصواتهم في جلسات حقيقية ما خيالية حضرها ريجن وحضرينها القادة من الغرب ويتكلموا عن معركة أفريقية للشرق لبنى كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القائرة وتقع هذه المعركة اللي توا ذكرتوها وبعدها ينزل المسيح توا إحنا مساكين وطيبين نحسابه هذا خراف وما فيش حد يصدقه لما يجابون للإفلاشة من غابات إفريقية وقالوا هادو من بني إسرائيل هاي في حد يصدق وقعد يبحث عن الإجناس جاءوا الإسرائيلين قالوا لا هاي قبيلة فلاشة من بني إسرائيل امشوا لفلسطين أرض المعاد الخزر الخزر يعني قوم ما لهم علاقة بين إسرائيل أبدا جابوهم من روسيا وقالوا لمسكنوا تعالوا فلسطين أرض المعاد فهي ليش قامت الدولة هذه أصلا مش قامت عليه خرافات دينية قديمة إن هذه أرض المعاد وأنكم أنتم شعب الله المختار أحلين قولوا خرافة عام 48 تم عقولة فيها العصر عصر العلم ما زال في حد يتكلم عن أرض المعاد ما المعاد ما قال شعب الله المختار طلعنا إحنا المغفلين وتافين الخرافات ما صدقناش فيها الخرافات خلقت الدولة ولعند الآن إحنا تحت الخطر من إجل الخرافات من إجل المعرك هذه اللي نحكي عليه وأن إسرائيل لازم تأخذ شمال أفريقيا وتأخذ الشرق الأدنى والأوسط وعاصمتها القاهرة قولوا إنتم هذا خراف الآن المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في ديمونة يصنع الآن في القنابل الذرية والصواريخ النووية ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا ويصنعوا في الأسلح الكيموية اللي بادة العرب ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع الإسرائيليين المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي انتم تحكيوا عليه قولوا خرافة هذا يعمل فيه باسم المسيح تدمير ليبيا ارضاء للمسيح تدمير العراق ارضاء للمسيح وإن المسيحية فرع من اليهودية لأن عيسى من بني إسرائيل ويهودي هم الآن يعتبروا بالولاة يدينون بالولاة يعني الغرب يدين بالولاة لإسرائيل لأن المسيحية فرع من اليهودية وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين وإن محمد ما هو نبي قالوا لي في هذا الشكل والقرآن قالوا لي هذه شريعة حمورابي كل ذابين انتم ما في قرآن الله عمر ما يخطب العرب ليش للعرب حقراء ما يخطبهم الله الله يخطب اليهود بس وبن إسرائيل والمسيحيين لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي من الأندلس ومن الفتحات الرومانية ومن الحروب الصريبية ومن استعمار الغربي الحديد ومن زرع اسرائيل هذه كلها مشكلة تراث ثقافي مشكل عقدة عنصرية عند الغرب هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها تفهمها الجماهير العربية الحكام ما يهمني يفهموها لا يفهموها لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبليهانة لازم يفهم إن اللي نواجهها الآن ابتداء من الليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكرها العرب وما يقدرونش يقولوا ما فيش ثقافة زي هذه لأنهم يعترفوا بأن هناك ثقافة عدوانية ضد السامية وتستغلها الصهيونية وكل واحد تتهمي بأنه مضاد السامية معناها فيه ثقافة عنصرية تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين آه هذي يقولك ضد العنصر السامي فيه ثقافة غربية عنصرية معادل العرب ما فيها شك أبدا ترجمة نانسي قنقر